هو أنا وأنت وليس إما أنا وإما أنت من هذا المنطلق يتهيأ قطاع غزة الاستقبال حكومة توافق الأسبوع المقبل في أولى الخطوات الداعمة للتفاهمات التي جرت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية لتطبيق المصالحة إذ أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطينية أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعية القادمة في قطاع غزة للبدء بتسلم مسؤولياتها بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظة الجنوبية ولفتت الحكومة إلى أنها شكلت عددا من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية ومعالجة أثار الانقسام وتبعاته وكفة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة على الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل خطوة الحكومة ستليها بحسب مصادر فلسطينية خطوات في طريق المصالحة إذ من المتوقع أن تعقد فتح وحماس مشاورات جدية لتنفيذ اتفاقات المصالحة في القاهرة ووفقا للمصادر فإن الحكومة لن تناقش ملف الموظفين والملفات المعقدة لأنه ليس من صلاحياتها بل ستناقشها الحركتان خلال اللقاءات وفي حال خروج دخان أبيض من اجتماعات فتح وحماس ستتم الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع بين الفصائل تضع فيه الخلافات جانبا ويعل فيه صوت الوطن الذي عانى من الشطاط والشتاد